الله صباحكم مشاهدين أهلا بكم إلى هذا المجزي الإخباري الذي نستهله بالعنوين جفاة تغيير تعلن عن موقفها النهائي من انتخابات السابع شلوفيل بعد ساعة ورئاسية تحدث فوضى وسط المحامين السوق الجزائري باتت تجذب أكثر المستثمرين الألمان والمنتدى الجزائري الألماني فتح الباب لمستثمر القطاعين أهلا بكم إلى التفاصيل يعقد في هذه الأثناء مجلس الشورى الوطني لحزب جبهة التغيير دورة استثنائية من أجل فصل النهائي في موقفه توجه الاسحقات الرئاسية المقبلة ويعتبر حزب جبهة التغيير برئاسة عبد المجيد منصرة الحزب الوحيد الذي لم يعلن عن موقفه بعد اتجاه الانتخابات السابع شفريل إلى حد الآن خاصة وأن رئيسه عبد المجيد منصرة سبق وانأعلن أن له لن يقاطع رئاسيات ببعنى أنه سيسند اسما من بين المترشحين الستة أو يشارك بالورقة البيضاء وما سيتحدد بعد ساعات وسط أجواء مشحونة بالتوتر بدأت تحضيرات الأولية من أجل انتخاب النقيب وأعضاء نقابة المحامين ناحية الجزائر العاصمة المقرر إجاؤها يوم الثاني والعشرين للشهر الجري حيث ترشح ما يفوق 170 محامي إذ بدأ الصراع بين الموالين المعارضين النقيب المنتهي ولايته عبد المجيد سيليني يأتي هذا بعد أن أعلن هذا الأخير مساندته للمرشح الحر علي بن فليس في حين اعتبره المترشح وعض في المنظمة الوطنية للمحامين بالقرار الفردية لم يتجاوز عدد المرشحين الإسحقات الرئاسية التي شهدتها الجزائر منذ إقارة تعددية الحزبية السبعة مرشحين بما فيها رئاسية أفريل 2014 التي فصلت في صحة ملفات ستة مرشحين سيأخذون غمار السباق نحو قصري المرادية ورق في الموضوع لمصفة تونسي أزح المجلس الدستوري السطارة عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات السابع عشر أفريل القادم والتي بلغت ستة مرشحين من أصل إثنى عشر قبلت ملفاتهم فمنذ أول انتخابات تعددية شاهدتها الجزائر في السابس عشر أفريل ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين وفق المجلس الدستوري على أربع أسماء تمثلت في المرشح الحر ليمين زروال والراحل محفوظ نحناح عن حركة مجتمع السلم بالإضافة إلى المعارض سعيد سعدي زعيم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والنوردين بوكروح الأمين العام لحزب التجديد الجزائري سابقا وفي سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين سادق المجلس الدستوري على سبع شخصيات سياسية على غرار عبدالعزيز بوتفلقة وأحمد طالب الإبراهيمي وعبدالله جابالله وزعيم الأففاس حسين أيت أحمد وملود حمروش بالإضافة إلى مقداد سيفي ويوسف الخطيب ولكن عشية هذه الانتخابات انسحب ست مرشحين في سابقة هي الأولى محطة رئاسية أخرى هي محطة ألفين وأربعة ستة مرشحين تم قبول ملفاتهم وشاركوا في هذا الاستحقاق على غرار عبدالعزيز بوتفلقة علي بن فليس عبدالله جابالله وسعيد سعدي لويزا حنون بالإضافة إلى علي فوزي ربعين انتخاباته ألفين وتسعة هي الأخرى انطلقت بستة مرشحين عبدالعزيز بوتفلقة لويزا حنون موسى تواتي محمد جهيد يونسي بالإضافة إلى علي فوزي ربعين ومحمد السعيد وفي انتخابات السابع عشر أفريل القادم تقدمت اثنى عشر شخصية وتخطت عتبة المجلس الدستوري ست شخصيات فقط وهي عبدالعزيز بوتفلقة علي بن فليس موسى تواتي إضافة إلى لويزا حنون فوزي ربعين وعبدالعزيز بالعيد في انتظار انطلاق الحملة الانتخابية وبداية السباق نحو قصر المرادية الشراكة الأجنبية وجلب الاستثمارات الخارجي هو من أهم العوامل للنهوض بالاقتصاد الوطني حيث يعد المنتدى الجزائري الألماني من أبرز مظاهر الاهتمام الألماني بالسوق الجزائرية التي صارت تجذب الانستثمارين الألمان في عديد المجالات خاصة الصناعية منها ورق حول هذا الموضوع مع اليقود سرى غردوي الشراكة الألمانية الجزائرية تعد من أهم العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأوروبية حيث تسعى الجزائر لجذب الاستثمارات الألمانية في عديد المجالات على غرار الطاقة المتجددة والصحة والبنية التحتية ومن بينهم ستة دخلوا في إطار الإنتاج وفيهم أيضا البعض منهم اللي هما مازالوا في قيد إنجاز المشاريع انتحهم فالشركات الألمانية معروفة بالجود انتحها ومعروفة بالرزانة انتحها وبأيضا التنظيم انتحها ويؤكد الشركاء الألمان على أن جزائر تعد أرضية خصبة للاستثمار رغم القاعدة الاستثمارية التي تفرضها السياسة الاقتصادية الجزائرية على المستثمرين الأجانب فتح السوق الجزائرية أمام المستثمرين الألمان يعد خطوة نيجابية تهدف لتطوير الاقتصاد الجزائري خاصة في المجال الصناعي كما سيمكن الجزائر من الاستفادة من الخبرة والجودة الألمانية تعرف الجزائر نقصا كبيرا في قطاع السكن الذي أشهد بدوره العديد من المشاكل التي كانت سببا مباشرا في تأخير وطيرة الإنجاز منها نقص العقار وأقلة وسيلة إنجاز حديثة ولذلك ستعتمد الحكومة على مؤسسة وطنية وأجنبية لإنجاز المشاريع السكنية المبرمجة كما الجفن مشكل السكن الذي يطرح بحدة على الحكومة الجزائرية والذي يعرف بدوره العديد من الصعوبات التي حالت دون إنجاز مشاريع سكنية جديدة أهمها نقص الأوعية العقارية وقلة وسائل الإنجاز كل أسبوعا بعد أسبوعا ندي سوليسيا بالنسبة للأرض وندي سوليسيا بالنسبة للمؤسسة الإنجاز مننا على شهر ماكسيموم باش نزيد نفتح قائمة إنشورتليست ناسيونال بالنسبة للشركة الجزائرية اللي قادرها تنجز من 400 سكن الفوق الاعتماد على الخبرات الأجنبية التي تمتلك تقنيات جديدة ومتطورة في مجال المقاولتية طرى فيه الحكومة حلا آخر لإنجاز مختلف المشاريع السكنية فيه محاولات متع مؤسسات أجنبية بتجيب وسائل إنجاز بناء ماشي بناء سيدي سوميلور بتخليك ربما تستلم عمارات تستلمها في تسع شهر عام تستلم عمارات سيفو باسيا صف ولتنشيط عملية إنجاز المشاريع السكنية في وقتها المحدد يجب التأكد من أن هذه المؤسسات قادرة على إتمام عملها في الآجال المحددة وعدم التواني في اتخاذ أي إجراء عقابية ضد كل من يخالف ذلك يعرفوا الصالون الدول لسيارات المقام بقص المعارض الصنوبة البحري في يومه الثاني إقبالا كبيرا من قبل الزوار كما عرفت شركة صناعات السيارات الأسيوية العارضة بدورها توفودا كثيفا للزبائن من لما وجدوا فيها من جودة ونوعية وخاصة أصعرها المغرية مقارنة بالمركات العالمية الأخرى أحمد محمودي ومحمد شوقع لك يشهد الصالون الدولي للسيارات بالجزائر واليومه الثاني إقبالا كثيفا من قبل الزوار كما عرفت شركات صناعة السيارات الأسيوية هي الأخرى توفودا ملحوظا من قبل الزبائن لتلاؤم هذه السيارات مع قدرتهم الشرائية وتوفرها على كل شروط الراحة والأمان تقدر شريع سيارة يعني تعالي أزياتيك كما نقوله إحنا يعني بسعان معقولة تقدر أي إنسان نقوله مواطن بسيط يقدر شريع سيارة نفس المواصفات مع أوروبا من جهتهم أرجع ممثلو شركات الصيارات الأسيوية هذا الإقبال إلى ملاحظة الجزائريين للنوعية والجودة التي أصبحت توفرها هذه الشركات إضافة إلى سعرها القريب من جيب المواطن الجزائري ورغم كل هذا يبقى التوجه نحو إنشاء مصانع للسيارات بالجزائر من شأنه أن يسمح بمواكبة القدرة الشرائية للمواطن الجزائري من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى توفيات المغنية الجزائرية القبائلية شريفة ليلة الخميس إلى الجمعة عن عمر النهزة 86 عاما حسب ما أفدت به وكرة الأنباء الجزائرية صبيحة اليوم ولدت الفنانة القبائلية شريفة وردية بوشملال سنة 1926 بقرية أيت حالة ببلدية إلماين بمنطقة أقبو بدأت الغناء في سن الرابع عشر بالإضاءة وسرعان ما تربعت على العرش الأغنية القبائلية لسنين طويلة جلت التراب الوطني وحققت نجاحات كبيرة في حصن لداء وبلغت معاني كلمات أغنها مثل ابقوا على خرايا أقبو أي زرزور وأغنية أزوو التي أعاد غناؤها المطلب إدير وغيرها من الأغاني النجحة التي أعاد غناؤها فنانون كبار وسوار دثمن الفقيد غدا السبت بقرية إلماين